السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى أم بكم يا مرحبا حياكم الله صباحا ومساء رائعان أخواني بأخذ من وقتك دقائق فقط استحملين بيها وإذا أنا مخطي عليك بهذه الدقائق هذه أو معجبتك سامحني وأنا مسامحك والله يحللك إن شاء الله وجزاك الله خير على كل شي تقوله لي فيا أخوان ما رح ينقص من وزق شي استحملين بهذه الدقائق هذه أخواني دائما نعرف أن الكذب حبل المداهي ونعرف أيضا إن الصدق من جاه ولكذب ما هوه ونعرف إنه بالدينة لسامي يقول إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة ما فيها شيئا منها ولا أشنع منها إنك تكتب عند الله كذابة ممكن تلعب على الناس كلهم لكن ما تقدر تكذب وتلعب على الله سبحانه وتعالى اللي هو خلق قدواتنا مين؟ الرسول الصادق الأمين في دول دخلت الإسلام بسبب الصدق والأمانة في المسلمين من دون حرب مثل أندونوسيا دخل الإسلام بسبب ما رأوا بالمسلمين من الصدق وأمانة وأخلاق عالية فالدين الإسلامي حرم علينا أمور كثيرة من ضمنها الكذب ومن ضمنها الغش فعطانا الأخلاق العالية والجميلة فصعبه في وقتنا حالي نشوف مسلم يكذب وينصب ويصرق مصيبة ذي يعني إذا شاف أي واحد شاف هذا المسلم مستحيل يسلم يقول له يا أخو يخلني بديني أرحم الإسلام هذا كله كذب ونصب ودجل إلى آخره فأنت المفروض يصير قدواتك من؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما عليك من العادات والتقاليد والأمور هذه والله واحد زعلك مثلا بكلمة يمكن سامع كلام من واحد كذاب وذا امسكه بينك وبينه ما هو قدام الناس وانصحه طبعا خيركم من يبدأ بالسلام ترى ما هي بهذه جبن أو خوف أو ذا لا حاش لله إلا عادة اللي يمسك حلقك ما دون الحق اللي دين لكن إذا أنت تقدر تنصحها إذا تقدر ترلك الأجر من الله سبحانه وتعالى فيا أخوان الكذاب دايما يشعر في مرض نفسي ويشعر أنه ينقصها الشياة فيحاول يعوضها ولهم خيال غريب عجيب خيالهم ترى يصلحون يكتبون سيناريو يصلحون يخرجون أفلام ينتجون أفلام مبدعين والله فالحاصل إن واحد كذاب سمعته وانا صغير حتى وانا صغير دريت نهاكذبة لأنه واضحة الناس تضحك كلهم بالمجلس يضحكون والرجال يأخذ سيئات ولا واحد منهم من صحة ولا واحد أصبح فاكثة مجس فمن الكذبة اللي يقولها يقول هو يحس نفسه أنهم يصدقونه كلهم وفي بعضهم يدري أنهم يكذبونه لكن خلاص صار مرض نفسي فلابد علاجه يقول أنا أمشي مرة وفي حرمة تصيح مسكينها ثلاث رججيل قدل بعرين الواحد قلت يا ولد مالك ومال المشاكل ويقول وأنا أعرف عنها أبعد عنها قالت تكفى يا فلان أول كذبة وشلون عرفت اسمه الظاهر أنه أبو زيد الهلالي على غفلة مشهور الرجل يقول يوم قالت فلان قلت لا يا ابن الحلال أبعد عن الشرق يقول وأنا أبعد قالت تكفى يا فلان ما هي بهذه قالوا يعني وصلتها للحين يقول والله وننزل قلت يا شباب وشريكم على المرة فكوا المرة ما يضرب المرة إلا المرة قالوا والله أنت المرة وأنت يا هالخصوي السحلية تشوف نفسك يعني تبي تفكها إذا فيك خير مد يدك عليها وحاول تنقذها نكسرها لك قالوا أنتم يعني كذا تعرضوا نفسكم للخطر قال هذا خطر وشي بي تسوي قال المهم قاعدت شمتهم فيه يقول ما دريت إلا واحد دفني قلت زودها وصلت يقول وأنا أفصخ الثوب ولا يبقى علي إلا فينيلة وسروال الظهر أنه أبو فينيلة وسروال مشهور وفينيلة علاق ليش عاد قال فينيلة علاق الظهر أنه يتابع فلان بورسليب والشباب يقول وخذ بقصو ركبه بقصو ركبه وهات وخذ يقول ما دريت إلا يوم أهربه قالوا واحد يا جمان حاشوا من أهرب وهذا ست ما دريت إلا المرة تطق كتفي قالت عفارم عليك والله عشت والله عاش من رباك فيلم هندي ما فيه أحسن منه يمكن الفيلم الهندي ما يكذب هالكذب هذا وهو يقولها بكل ثقة والناس تضحك عليه نصيبة ففيه واحد أنا جالس مرة في مجلس فيه شاي بأول مرة أشوفه بس كل المجلس يعرفوا أنه كذاب وأنا شكله هذا الشاي برزا ومو احترم به وعلى قولة الشاعر بعض العرب لا شفت زولة تهابة فأنا احترمته وجلست أسول فإنما واحد عن الصقور ومسكور ما دريت إلا الشاي بقال أوه أنتم يا هالجيل التالي ما تعرفون الصقور زين أنا أعرف أحسن منكم قلت والله فرصة أتعلم منه فقربت المركع عنده وقلت علمني يا عم ما أعرف علمني أنا ودي أتعلم منه زيادة قال أنا تدري أن الصقر له سن فوق طبعا ما يقولها يتغشمر أو يقولها يعني مزحة لا صادق الرجال قلت سن فوق أنت أقصد المنقارة الحاد اللي يقطع بهاللحم قل لا 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 ما أقصد المنقار له سن مثل سننا فوق قلت لا ما يصير أنا عرف أصقور وكذا 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 حاولت تكلمة حاولت ما دريت لا خذني بصوت خذوهم بصوت أنت تكذبني والله العظيم وقعد يحلف وحاولت أقنعه غمز لي واحد قال يا بيت خليه وينسنا يا رجال خليه وسع صدنا خلنا بكيفة يا رجال إن شاء الله له ربع ضروس قلت لا يا رجال الرجال يأخذ إثم خلنا أقل شيء علمه حاولت حاولت الرجل صلب ما قدرت عليه قلت اللهم قد بلغت اللهم ما فشد حاولنا فيها أخوان فيها كذبة مشهورة ممكن سمعتوها الحقيقة طريفة ومضحكة أنا ترى مني بحافظها زين اللي منكم حافظها يعلمنا لكن حافظ تقريبا لكن هذه طريفة فيه كذاب مشهور مرة ودائما يأخذ معه واحد حبيب على نيته طيب يعني دائما هذا إذا قال كذبة يقول معي فلان صح يا فلان يقول إيه صح يجامل فدائما أي مجلس يروح يأخذ هذا معه فمرة داخله في مجلس ويتكلمون عنه على ما أعتقده الذيب والأسد تعرفون كذاب أي قصة تجيبها يجيب مثلها لو تتكلم عن الذرة يصير أحسن من علامات الذرة يجيب أشياء غريبة ما فكروا فيها أصلا علامات الذرة فقعدوا يتكلمون قال الأسد والله صار مر هنا ويا زميلي إفلان دخلنا حديقة الحيوان إلا الناس يركضون ينحشون وشبهوا وراهم شيء ما له داعي ما له داعي فما دريت إلا واحد يقول يا ولد انحش قلت وش السالفة قالوا فيه أسد انحش من الشبكة هرب من الشبكة يقول ما دريت وأنا ألتفت يصارد لهذا الأسد قلت يا فلان خلنا نحش وقلوا نركض ونركض وهذا أنا وهذا والأسد ورانا يقول ما درينا اللي حشرنا الأسد في زاوية لا أقدر أروح يمين ولا أقدر أروح يسار وأنا ألتفت على زميلي إلا فلان قاعد يتراعد وجيتها مركب شوي ويموت قلت يا ولد لا يموت عليه فلان صديقي يا حياة يا موت يقول وأنا أقدم على الأسد يوم فتح فمه الأسد وأنا سقط العصى اللي كانت معي بينه أنا مدر منين جيتها العصى فمه وأنا أفتح فمه قوة قوة وأنا أكسر حنوكه ويموت على الأسد أثريه من صيد أمس شيف الكذبة وش قوة قال صح يا فلان فلان دايما يقولها صح بس هالمرة فلان خلاص ما عاد يقدر ما عاد يقدر تحمل يعني وصلت فقال ما ترقع ما ترقع قال ها وش تقول يا فلان قال أقول أم فخيها أشتراهم قال ما منبرتم ما ترقع قام هذا أجلس صديقة ذا وقال يا جماعة يشهد الله أن الرجل هذا أكبر كذاب ودائما ترقع لهنا ويا الله يسامحني يا رب طيب ليش ما قال هالكلام هذا من زمان هذا شوي وهرب من المجلس ليش ما قال هالكلام من زمان ليش ما أعلمه وانصحه هو الجلسين من زمان لين الحين صار بروفسور وعالم في الكذب بالعالم ما يصير يا جماعة لازم ننصحهم أترك هذا في بعضهم يتفائل ويكذب على نفسه في أمراض كثيرة عساس إجازة مرضية وغيرها يقول الدكتور أنا فيني وفيني وفيني حل الدكتور ما فيه شيء لكن يقول فيني يقول يمكنه الدكتور فأعلم فيه فيعطيه إجازة مرضية في واحد دايما ملاقي له دكتور دايما يعطيه إجازة طررية يتألم ويتسدع عنده وحالة حالة مرة من المرات الله بلاه لأنه يتفائل على نفسه بشر دخل على الدكتور طبعا بعد غياب غاب عن الدكتور بل عادة الدكتور بكل شهر يشوف هالمرة لها ربع شهور ما جاء فجأة لدخل على الدكتور وجهها صفر حالة حالة قال يا دكتور أبي إجازة مرضية قال إجازة مرضية خلاص نعطيك إجازة مرضية قال لا غير إجازة مرضية أنا بيتعالج عندك قال وش فيك أنت دايما تكذب عرف الدكتور أنه فيه مرض وهم قال لا أنا هالمرة يا دكتور هالمرة حقيقة فيني فشل كلوي الله يشفيه ويشفيه جميع المسلمين يا رب الله بلاشف عساس كذبة لا تكذب خليك صادق والله الناس تحبك خليك عطيباتك والله الناس تحبك لكن لا تكذب المشكلة في بعض الكذب يصل الأمور كثيرة يصل الأعراض الناس قذف المحصنات يعني فيه النساء طهرات عفيفات أطهر من حمام مكة فتلقى في بعضهم يتمهب الزنا يكذب عليها يمين يسار وحال تحال هي ويلة من الله يعني فيه ثنين متزعلين ذاك اليوم بسبت واحد كاذب عليهم يقول ترى يا فلان فلان يقول عن أمك كذا وكذا ما عمرهم تزعلوا بس هذا انقهر يشوفهم مع بعض دائما فكذب عليهم كذب على واحد جاء هذاك صديق يسلم عليه قال له اذلف لا تسلم عليه أول مرة يسمعه يقول اذلف لا تسلم عليه قال يا فلان وش فيك أنت مطقره معك اليوم قال اقول توقع على الله يصير شيء ذلك يتركه جاه بعدين حاول يحب راسه يتأسف لهذا ما شزعلان آخر شيء ندم هذاك جاه بكلام حلو فقال خلاص يفلان انا مسمعك قسلك بالله مهو بهذا طبعك من يوم مني بزر وانا اذكرك من لعب عليك من كذب عليك قال لا لا المهم علمه راح لهم الكذاب هذا طقه والباب هو يعرفون هم متزعلين فاجأة لم تصح بي اثنين ذول تخلوا عندك قاعدوا يتنصحون نصيحه مضربوه ولا ش سووا شي فيه قالوا ليش يوم انك تكتب لو ان الحين مضارح بين او مضبحين وش فيه ديك قالوا هم انصحوه وانصحوه ليه الرجل الآن صادق من احسن ناس ليش ما حد نصحه من زمن ليش ما حد نصحه ليه صار مرض نفسي ليه صار خلاص دخلت فيه النميم ودخل فيه التعقيدات ودخل فيه امور اخرى فلازم ننصح يا جماعة هذا مريض مريض نفسي لازم علاج لازم الناس يعني تتناصح حانا ديننا الاسلام يقول نتناصح بيننا فيا اخوان فيه امور ايضا يعني كم تاجر كذبوا عليه وتبنوا عليها الصدق يعني لا تثق بي احد في بعضهم يسوي نفسه طبيب شرعي وهو يلعب على الناس يعطيهم اعشاب سامة ويموتون فالطبيب الشعبي هذا يسوي نفسه وغيرهم هذا مصيبة كذب اكثرهم كذبين الا ما رحم الله في بعضهم يسوي نفسه راقي شرعي واخر شي يمسكوه ساحر تعرفون ساحر وشو مشرك بالله عز وجل يلعب على الناس يكذب عشان يعبي جيبه فلوس بعد عن اي راقي شرعي نصيحه اي راقي شرعي يقرب فلوس بعد عنه ترى تقدر تقرأ على نفسك على فكرة وواحد منها يقرأ عليك دور الصادق الصادق صار عملة نادرة في هذه الايام في واحد يمسكوه يجب نفسه يقرأ على الناس وهو يستدرج النساء يستدرج كذا امرأة ويعرف صيداته ضعفة اليمان والمريضة النفسية ويلعب عليها ما يطلع لي فيك إلا لازم أن أجيك ومنها الكلام أنا بركه يلا والحمد لله نمسكوه وفي بعضهم يدخل المرأة في غرفة هو إياها ويقعد يضربها ويلمسها يلمس جسدها من أنواع وشكال من سماح لك تلمس جسدها من سماح لك تضربها هل أنت الرجل حتى الرجل ما يضربها إلا بشروط معينة من سماح لك تمد يدك على جسدها وهي ما هي باس لم يحرمك فهي أخوان تبهوا الحريمكم تبهوا نسائكم ترى فيه كذبين من تشريم بهالأيام يتبنون الدين والدين هو بعيد عنهم حتى في بعضهم يكذبون في بعض الحديث وبعض الآيات وبعض المواقع يولهم من الله كذب أصبح في كل مكان حتى بالصناعة فهي أخوان فيه واحد الحقيقة أحطهم على الراس والعين فيه راقين شرعين على الراس والعين لأنه يقرأ على المرة لازم معها محرم ويقرأ عليها من بعيد ما يلمسها ولا يضربها فيه شيخ بحريم أنا ما نبس أسوي له دعاية بس الرجل هذا صادق أو شيء يقرأ بلاش وبالمسجد ولا يضرب النساء أو يقرب لهم ويقرأ من بعيد البعيد إنسان صادق فالصادق أصبح نادر فيه يا أخوان انتبهوا من الكذبين في كل شيء ثاني شيء إذا شفتك كذب لا يصير فاكهة المجلس انصح بينك وبينك ترى ما لك إلا لجر يا جماعة سمحوني في كلام حصل خطأ أو تقصير ترى نتكلم بدون ورقة هذاء ويمكن يحصل فيه بعض الأخطاء ودعونا يا جماعة وندعي لكم إن شاء الله فيك كل خير صدق أنا بزماني نعم شكيت غواصي شوية شكيت غواصي وصل البحر حالا وإيدي بكتفي من وراء وبيدي اليمين معي إبرة وبيدي اليتهار معي خيص عظيم وبعدين إيمالك علي يمين ما صلعت من وسط البحر لفوق إلا مفوت الإبرة جوات الخيص اشتركوا في القناة